يوتيوب المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تسهل على جميع المعنيين الوصول إلى المحتوى المطلوب في مجالات تنمية المهارات والعلاج النطقي والمحافظة على المهارات المكتسبة من خلال الإرشاد والتوجيه لاستخدام الوسائل والأدوات التعليمية المساندة في خضم موجة من الإجراءات الإلكترونية والأدوات المستخدمة عن بعد لغاية الحصول على خدمة أو أداء عمل معين خلال أزمة كورونا كان من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة دور بارز ومهم لاستمرار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم تفاديا لأي تراجع بأدائهم أو توقف للحال اللي صار بوقت الكورونا إن شاء الله ربنا ببعد عنا الأذى والهم والغم كل هاي الأمور كلها بتزول كان يعني دور الأهل كبير أنهم يكونوا واقفين مع أولادهم مجلس الأعلى ما قصر مع أولادهم يعني هم باعتبار أولادنا كلهم تحت منصة المجلس الأعلى فكان له دور كبير كثير من خلال إطلاق هاي المنصة هاي المنصة وأنت بالبيت بتتعاملي معهم يعني مثلا أي أم بتحتاج بدها تسأل أي سؤال سواء كان له علاقة بالوقت الحالي اللي إحنا فيه أو أي سؤال أو استفسار ثاني إذن قد تكون كورونا فرصة لأطياف المجتمعات كافة لتطوير مهاراتهم وتعزيز تواصل الأسر مع أطفالهم من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى توسيع دائرة التفكير بما قد يحتاجونه من تمارينا ودروس أو حتى نصائح من خبراء متعاونين في ظل البقاء بالمنزل كأحد الإجراءات الويقائية من جائحة كورونا يعول على هذه القناة أنها تكون بحطة معرفية تدعم الأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأهالي ذوي اضطراب التوحد وفرط النشاط الزائد أنه توفر لهم كل الريسورس المطلوبة في كيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الإعاقة وبالتالي تعود جزء من النقص اللي صار موجود حالياً نتيجة عدم ذهاب لأطفال للمراكز التربية الخاصة اللي كانوا يتلقوا فيها عمليات التأهيل أو للمدارس الدامجة في حال كانوا يروحوا لهذه المدارس هلأ إحنا الفكرة من هاي المنصة اللي هي الاستمرارية يعني هذه المنصة اللي ميزها أنها هي عبارة عن شراكة ما بين المجلس وما بين منظمات المجتمع المدني اللي بتوعنا بتقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي رح يتم رفضها دوماً وبشكل يومي بفيديوهات توضحية تساعد على تقديم الخدمة للأهل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة تعاون مع مجموعة من المنصات المتخصصة في مجال الإعاقة الذهنية بتجميع مقاطع فيديو إرشدية للأسر وأخرى توجيهية ومهاراتية مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم مع مراعاة الفروق العمرية بينهم ودرجات الإعاقة المصنفة علمياً لدى المجلس آمل بأن تكون الاستمرارية أحد الأهداف المحققة حتى فيما بعد بعد كورونا شهد الطراون المملكة عمّاً شهد الطراون المملكة عمّاً